بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة بدءا بحمد الله العلي القدير والثناء عليه على أن كللت جهود أخي الرئيس عبد المجيد تبون بثمرة التئام البيت العربي مجددا في بلدنا العام لجزائر ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة رئاسة وحكومة وشعبا على ما بذلته من جهد وتحملته من صعاب خلال الفترة الماضية كما نسأله تعالى أن يمنحنا أسباب التوفيق والسداد ضمن ما يشهده العالم من تحديات وأزمات تستوجب النظر بعيون المستقبل واستحقاقاته من هذا المنبر أتوجه إلى أشقائنا وأهلنا بالجزائر لأهنياكم بذكرى مجدكم ذكرى نصركم ذكرى الأول من نوفمبر في كتاب نظالكم منقطع النظير لتحرير بلدكم وسيادة شعبكم على أرضكم الطاهرة التي ارتوت بدماء أبطال الثورة الجزائرية والنظال الوطني على مدى أكثر من 132 سنة على الرغم من كل آلامها إلا أنها توجت بنصر الشعب الجزائري والذي لم يتخلى عنه الشعب العربي في مسيرته النظالية وكان شعبنا في ليبيا ليبيا المقاومة ليبيا المختار ورفاقه الأحرار الأقرب لكم والداعم لكم بكل ما استطاع من جهد وأيضاً أهني الإشقاء في دولة قطر الشقيقة على استضافتها لكأس العالم الذي يعد محفلاً بإسم كل العرب ونهني أخوتنا في جمهورية مصر العربية لاستضافتها مؤتمر المناخ كاب 27 أصحاب الجلالة والفخامة والسمو مضت سبع عقود ونيف على تأسيس هذه المظلة للعمل العربي المشترك على أساس الانشغال بالقضايا الأمة ومن أجل السعي بكل السبل إلى تحقيق التنمية والرخاة والازدهار لشعوبنا وللحفاظ على سلامة ووحدة واستقرار كل قطعة من جسد هذه الأمة العظيمة وهذه الغاية تحتمها علينا وحدة المصير والمصالح المشتركة ولذلك فبلادي تؤكد على مواقفها الثابتة اتجاه القضايا العربية المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية فلا حل دائم أو مرهدي يعد مقبولاً ما لم يحترف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً للمبادرة العربية والمقررات الأمم المتحدة وفي هذا الصدد يرحب المجلس الرئاسي بتراجع الحكومة الاسترائيلية على قرارها السابق بالاحتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي أصحاب الجلالة والفخامة والسبوك أكثر من عقد من الزمن قد مر ونزال الشعب الليبي يلتمس طريقه إلى إعادة بناء دولته على أسس الحرية والديمقراطية والقانون غير أن هذا الهدف لا يزال محفوفاً بالتحديات محلياً وأقليمياً ودولياً إن ومن تحت هذه القبة ندعو الأشقاء العرب إلى تبني موقف عربي موحد اتجاه الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية ووقف التدخلات السلبية غير البناءة ودعم المصار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة أيها السادة الكرام يطلع المجلس الرئاسي بمهمته في قيادة جهود المصالحة الوطنية تمهيداً لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة التشريعية والتنفيذية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية متلازمة كما أود أن أثني على الجهود الإقليمية المصاحبة لعملنا من أجل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي يمثل الأساس الأهم لدعم كافة المصارات للوصول إلى الاستغرار والسلام المنشود إن هذه المسؤوليات تحتم علينا أن نعمل في مصار وطني متوازن غير منحاز بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر وبناء تدابير الثقة بين الليبيين أصحاب الجلالة والفخام والسمو إن الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الداعم فلا يخفى عليكم إن المراحل الانتقالية تطيل عمر الأزمات وتسهم في تفاقمها فضلا على إنها تقف حاجزا أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الرئاسي على ضرورة أن يوظف أي حوار لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي وتحقيق هدفها في تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري واضح والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا التزاما بقرار مجلس الأمن رقم 26-56 لسنة 2022 وتوافقا مع قرارات الجامعة الدول العربية وآخرها القرار 87-97 لسنة 2022 الصادر عن الدورة 158 لمجلس الجامعة والذي حث مجلسي النواب والدولة على التوافق لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساس انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الأجال تحقيقا لرغبة الشعب الليبي التي عبر عنها بوضوح كما لا يفوتني أن أؤكد على ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية التي تعد إحدى أهم مكونات الأزمة في ليبيا نظرا للطبيعة الريعية غير المتنوعة للاقتصاد الليبي وحيث يتوجب تحييد المال العام عن الصراع السياسي وضمان العدالة والرشد في الانفاق إن هذا الأمر أيها السادة لا يتأتى برهن مقدرات الشعب الليبي إلى أي آلية دولية مهما كانت النيات الحسنة التي تقف خلفها ولكنه يتحقق بتوافق الليبي على ضرورة حياد المال العام ووصوله إلى مستحقي عبر آلية شفافة تشارك فيها كل الأطراف الليبية وتضبط من خلالها مالية الدولة خلال المراحل الانتقالية بما يعزز الثقة ويحفظ المال العام ويهيؤ الأرضية الاقتصادية المناسبة لإجراء للانتخابات المنشودة ختاماً أدعو الجامعة العربية ممثلة في أعضائها وأمنتها العامة إلى مساندة المجلس الرئاسي وممارسة دورها المأمول في تقريب وجهات النظر وبناء جسور الثقة بين الليبيين جنباً إلى جنب مع الدور الذي تقوم به منظمة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ليبيا وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خير وصلاح شعوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة